مرحباً أحباد الكرام وصلنا الآن إلى الدارس السابع والثماني مع كلمة مهمة جداً كلمة بايسيك خلينا نتعلم استخدامات هذه الكلمة وأهم المرادفات لها فقط في دقيقتين أما الآن ركز معي جيداً اضغط على إعجاب اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى تصل لجميع الدروس أما دروس السابقة تجدها في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو ركز معي حتى نحفظ أكبر كمية من المحلومات حول كلمة بايسيك كلمة basic تأتيب معنا شيء أساسي أو تأتي شيء بسيط أيضا أو قاعدي basic مثال الأول he has a basic knowledge of Irish he has a basic knowledge of Irish he has a basic knowledge of Irish لديه معرفة أساسية باللغة الإرلندية ممكن نقول أيضا he has a basic knowledge of English he has a basic knowledge of Arabic لغات أخرى يعني لديه معرفة قليلة في كذا في المسألة الكذائية أو في اللغة الكذائية he has a basic knowledge of Irish لديه معرفة أساسية أو بسيطة هنا ومعنا بسيطة he has a basic knowledge of Irish خلنا أخذ المثال الثاني حتى نفهم كلمة basic access to information access to information الوصول أو الحصول على المعلومات is basic is basic to the democratic way of life شيء أساسي لطريقة الحياة الديمقراطية access to information access to information خلينا نقرأ أهمة عن الآن access to information is basic to the democratic way of life ممتاز كرح الآن خمس مرات في اللفظ الصحيح واكتبها في كل رأسك حتى تعفظها بشكل جيد أهم مراتي فات كلمة basic essential 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 أساسي fundamental fundamental أيضا أساسي primary primary أولي شيء أولي main main رئيسي main أحفظ هذه الكلمة والمرارفات بشكل جيد لأنها كلمات مهمة جدا بالغة الإنجليزية أما الآن استخدم كلمة basic في جملة ضع كلمة basic في جملة اكتبها في التعليق أسفل هذا الفيديو حتى تستفاد من هذا التمرين ويستفاد من الآخرون أيضا basic basic اكتبها في جملة شكرا لكم على المتابعة استمروا بالمتابعة بتعلم الإنجليزية كل يوم خطوة نحو هدفكم إن شاء الله انتظرونا في حلقة القادمة مع كلمة مقاربة لكلمة basic ولكنها كلمة basis بايسس خلينا نتعلم معنى هذه الكلمة مع الشرح المفصل في الحلقة القادمة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة